وقد أصدرت صاحبة السمو الملكي الأمير السبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله تصريحا خاصا بمناسبة هذا التكريم الدولي الذي اعتبرته تكريما لمملكة البحرين وتقديرا لمكانتها ودورها الفاعل في تحقيق الأمن والسلام والتنمية وفي حفظ وتعزيز منظومة حقوق الإنسان وعبرت سموها عن بالغ امتنانها لكل عطاء وطني مخلص ساند رحلة عطائها وخدمتها لوطنيها والتي جاءت بدورها مرافقة ومساندة لمسيرة ممتدة وحافلة بالعطاء الوطني المخلص يقودها عاهل البلاد المفدة منذ ولايته للعهد وتشرفت فيها بتولي العديد من المسؤوليات الوطنية التي تفخر بإنجازاتها وما كان لها أن تتحقق لولا تلك الرعاية الملكية السامية ومساندة ودعم الكفاءات والخبرات البحرينية في كافة المواقع والمجالات والتي تقدرها شد التقدير وقالت سموها لا يسعنا ونحن نتلقى هذا التكريم إلا أن خص حكومة مملكة البحرين الموقرة برئاسة ابننا العزيز صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين حفظه الله بالكثير من التقدير والشكر على ما تبدله من جهود استثنائية لترجمة الرؤية الملكية الرحبة والسباقة بطموحاتها ولدعم أعمال المجلس الأعلى للمرأة ولتحقيق تطلعات نساء الوطن وهو ما نراه متجسدا في النتائج الباهرة التي تحققها مملكة البحرين على هذا الصعيد وما تؤكده نتائج الكثير من التقارير والإصدارات الدولية على الأداء المتنامي والتقدم المتسارع لمشاركة المرأة البحرينية في تنمية وطنها هذا وتوجهت سموها بشكرها الموصول لمؤسسات الدولة كافة وفي مقدمتها السلطة التشريعية التي تضع قضايا المرأة البحرينية وسبل استدامة تقدمها على أعلى قائمة أولوياتها والاستمرارها في متابعة تعزيز حقوقها التي تنص عليها التشريعات الوطنية والتي استطاعت مملكة البحرين أن ترسخ أركانها وتستكمل منظومتها لتواصل في تطويرها وتحديثها ومتابعة تطبيقها لقياس أثرها على حياة المرأة وسبل استقرارها الاجتماعي واستمرار إسهاماتها الوطنية وفي ختام تصريحها أكدت قرينة عاهل البلاد المفادة امتنان مؤسسة المجلس الأعلى للمرأة لكافة الجهات والشخصيات من قطاعات العمل المختلفة بما فيها المؤسسات المدنية والمنابر والأقلام الإعلامية معربة عن التقدير الكبير الذي يحمله المجلس لكل عطاء مخلص ورأي سديد ونقد بنى لتطوير مسيرته وتجويد مخرجات عمله بما يعود بالنفع والخير على مجتمعنا البحريني الزاخر بالكفاءات الوطنية وبالإنجازات المتواصلة لدوام نهضته ورفعة شأنه ترجمة نانسي قنقر